زياد بارود أهلا وسهلا فيك هل أنت مرشحة إيه لرئيس الجمهورية؟ خوفي من اللي بيهاجر مش لأنه مقادر بقى يبقى بالبلد عم بيهاجر لأنه البلد بطل يشبهه الأنول المركزية هل بتلاقيه هو اليوم صيغة جيدة لتحل جزء المشاكل اللي عم بيعاني منها لبنان؟ من سنة 89 من اتفاق الطائف لليوم 34 سنة وأكتر هذا الطرح الإصلاحي إذا بتطلع بالطائف للمركزية إيه تحت عنوان الإصلاح حتى لو في رئيس جمهورية لإدارة الأزمة على طريقة اليسر كيس بسبعينات وبأول بنينات يمكن أفضل من ما ما يكون في رئيس جمهورية بالمرة أو أفضل من ما يكون في رئيس جمهورية برنامج طبعه يكون يعني عاطل أو ما بيخدم البلد إذا لبنان دخل نادي الدول النفطية؟ إذا؟ إذا؟ أولا مننا فورية ثانيا العالم رأي على الطاقة المتجددة والتالي عم نبعد أكتر وأكتر عن الحالة النفطية زياد بارود أهلا وسهلا فيك أهلا فيك سيد اليوم برسي في كتير مواضيع حاب أحكيها معك اليوم من المواضيع اللي التي تتخصصت فيها مثل السلامة المرورية مثل قانون الاتخاب مثل قانون المركزية بس قبل كل هول حاب أعرف زياد بارود وين هلا حاليا لأنه ما أنا كتير عبطل على الإعلام وشوي بعيد عن السمع اليوم بضيافتك وشكرا على الاستضافة لا أنا بعتقد أنه ما لازم واحد يستهلك مواقع أعلامية ووقت أعلامي بالوقت يلي ما عنده كتير إشي يقوله يعني أنا التحليل المبالغ فيه بدون معلومات ما كتير بقدر يعني ما بيشبهني إذا بدك بيحترم كتير من اللي بيحللوا مش هيدا الموضوع بس أنا ما بقدر حلل بدون حد أدنى من المعطيات بعدين البلد مخفوق لدرجة إنه مش سهل إنك تمرق بين نقاط فيها كتير علامات استفهام فلا أنا بقيت بالبلد أنا من المتلك ومتلك الكتار اختاروا أنه يبقوا بالبلد طبعا نشتغل أوقات برات البلد بس نرجع ونحن يعني أنا من المصرين أنه نبقى بالبلد فيه تحدياته نعم بس فيه كمان من خيار هذا وقرار واحد أنه يبقى أو يفل مثل كتار اخترت أنه يبقى وليد لك عشو عم تشجعون يضلون بالبلد عم تشجعون أول شيء يعني خيار أنه يبقوا بالبلد ولكن خيارهم بالآخر يعني بعد 18 أنا بنصحهم بس ما بقدر أنا ولا بس محسسوا حاليا هني هلا بعضهم بالمدرسة براميير وسجوند وكاتريام وعننا بعض يعني مشوار منه سهل بس دائما بحس أنه لازم يكون عندهم هامش هرية وبذات الوقت أنت تخليهم يشعروا أنه هيدا بلد بلدهم ولازم يتمسكوا فيه ولازم يكونوا جزء منه بس كمان بدقلك شغلي ما بلهم اللي عم بي مش يهجروا اللي عم بيسافروا أولا لأنه الصروف صعبة وما فيك تحط حالك تنظر على الناس وأنه لا خليكم والبلد ووطنيات وطبولة وكبينية ودبكة كمان تقول لهم أنه أنا بحترم خياراتكم وإنتم مش قادرين بقى تكملوا بالبلد بس بذات الوقت خوفي من اللي بهاجر مش لأنه ما قادر بقى يبقى بالبلد عم بهاجر لأنه البلد بطل يشبهوا وعم بسمعها كتير أنا خوفي من شباب وصبايا بيتركوا لبنان لأنه بيشعروا أنه هذا البلد بطل يشبه تطلعاتهم وطموحهم بس ليه برأيك بطل يشبههم هلأ أكيد في بواب رح نحكي فيها بسيئة الحديث بس شو هي الفكرة الأساسية أنه شاب عمره 18 سنة شاب أوصبية عمره 18 سنة يقولوا أنه هذا البلد بطل يشبه لأنه هول شباب حدود طموحهم يعني مقلوا برك حدود وبيحبوا يشوفوا البلد بعد ما دخلوا بلعبة المصالح بعد ما صاروا جزء من تركيبات من عرفة بعضهم بيحلموا والحلم حلو وبعدهم بيشعروا أنه البلد لازم يكون بيشبه هيدا الحلم بيشبه هيدا الاشياء الحلوة اللي عندهم إياها الأفكار الحلوة اللي عندهم إياها وكتير من الأوقات عم بيصطدموا ب مثلنا كلنا عم نصطدم بواقع كتير قاسي واقع بيخليك تشعر أنه أنت بتبرم بمحلك يعني وكأنه كل جهدك غير منتج ويمكن هذا اللي بيخليهم كمان بشي من الأحباط بس الأخطر من هيدا كله ما يشعروا حالهم جزء من المعادلة يعني أنت وين قامت بتشعر أنه ما لك علاقة بقى بالبلد وبتشعر أنه البلد ما عم يعطيك هوامش مشاركة أنه أنت شو ما عملت غير مفيد وبالآخر صحيح أنه نحنا اقتصاد صغير وسوق صغير تالي دايما مع الكفاءات الكتير اللي عندنا إياها راح تضلك تلاقي ناس عم تسافر وتفل حتى لو ديني بقى الفخير بس يفلوا لا يشتغلوا ويدرسوا ما في مانع وبفهمهم بس أنا بخاف من اللي بفل لأنه ما بدوا يطلع لورا بقى يعني بيشعر أنه مستقبلوا غير مطرح طموحوا بيتحقق غير مطرح مش بلبنان وهي دي لازم نشتغل على معالجتها لأنه نحنا ما بدنا نتحول لمجتمع هرم مجتمع بس اللي ما قادر يفل بيئة فيه بدنا اللي قادر يفل ويبقى نستفيد من كفاءاته ومن خبرته بس أكيد أوقات السفر قاله فوائد معينة مثل خلق فرص كبيرة لأنه لبنانيين كتار بلش 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 بالناس اللي عم بيبعتوا لأهلهم تيضلوا قادرين يكفوا في شي منه هيدا بس ما لازم كمان نفكر على المدى الأصير بس على المدى الأصير الهجرة أو الدياسبورة ما نسميها الدياسبورة فادت كتير أنه البلد يبقى شوي قادر يتنفس نتيجة اللي عم بينبعت ستة سبعة مليار بالسنة بس هيدا مش مش هذا اللي بيخلق اقتصاد مش هذا اللي بخلق لما لكل اقتصاد ناجح بيقدر يخلق فرص أكتر بكتر واتكون انت اقتصاد منتج مش رائعي بتقدر تنتوش غير هيك نحنا بعدنا باقتصاد رائعي للأسف بتطلع عموزنتنا يعني فوق ثلاثة مليار بشوي واحدة من الشركات اللبنانية أو مجموعة شركات موزنتها السنوية سبعة فاصل اثنين مليار صح طيب عن شو عم نحكي فرق الفطبول بالخارج عندها ميزانية أكبر من دولة اللبنية على كل حال مش هناك فيه كتير شغل لازم ينعمل راح انطلق من المؤدمة اللي تفضلت فيها لمواضيع أكتر بالعمل دايما الحديث معك بيخوا طابع عنوني منو هذا شيء مستغرب لأنه هذه خلبيتات تقساسية ما حدا كامل وهذا شيء منو مستغرب خاصة أنه كان عندك مساهمات بكتير مطارح بمواضيع بمشاريع قوانين بموضوع المركزي اللي انت اشتغلت عليه أكيد مع مجموعة ودايما بتشد على أنه العمل بتقوم فيه هو مشترك نعم مشترك ومنو عمل فردي طبعا صحيح الأنول المركزية هل بتلاقيه هو اليوم صيغة جيدة لتحل جزء المشاكل اللي عم بيعاني منها لبنان خاصة بمقارنة بسيطة أنه اليوم بعتقد كتار من الإبنانيين ويمكن مساحيين تحديدا يمكن بنسبة كتير كبيرة 70 أو 80 بالمية صاروا عم بيروحوا على طروحات شوي متقدمة أكتر من موضوع المركزية تنقول فيدرالية برأيك موضوع المركزية بعضو بحل مشاكل عم بيعاني من البلد استاذ ليون خلينا بلش نقول أنه المركزية مش غاية بحد ذاتها يعني بلشنا أو البعض بصور المركزية أنه هايدي شو هايدي اللي لازم صالة لا هي وسيلة هي أداة هي مش غاية لا هي ولا الفدرالية اتنايناتهم أدوات لإدارة نظام حكم محلي ما هيك؟ يعني مش تمطرح تاني اتنايناتهم حتى الفدرالية اللي اكتر بهاجموها ويلطيف لا الفدرالية كمان هي طرح لنظام حكم محلي بدولة موحدة فما بيجوز يعني لا التخوين والأمثل نشحى بالدول الفدرالية ولا اعتبارها كأنه هي تقصيم للبلد لا هي ولا المركزية حتى إذا سميناها لمركزية مالية هيدا نظام حكم بدولة موحدة ما عم نقصم الدولة بس بدي أقولك كمان إن كان المركزية ولا الفدرالية طرح بالصيغة المطروحة اليوم هي بمطرح رد فعل وهيدا رد الفعل عم بيكون أأسى وأبعد بموضوع الفدرالية طيب أنت طبيعي أنه من سنة التسعة وتمينين من اتفاق الطائف لليوم أربعة وثلاثين سنة وأكتر هيدا الطرح الإصلاحي إذا بتطلع بالطائف المركزية إجت تحت عنوان الإصلاح أو الإصلاحات الأخرى طيب كيف هيدا الإصلاح عمره أربعة وثلاثين سنة وبعد ما تحقق وهيدا بوقت وعلى بناء باتفاق الطائف هيدا إجت تحت عنوان الإجماع ما كان مطلب فيه قوي واضح جدا بكل اللي نكتب عن المركزية من اتفاق الطائف لليوم أنه كانت دخل تحيز الإجماع باتفاق الطائف طيب كيف هيدا الإجماع ما قدرنا نوصل بس ما في شي طبع بالطائف على كل حال تماما تموضع جيش السوري صحيح مثل كمان مثل كمان مجلس شيوخ إنشاء مجلس شيوخ مش بس بالطائف الترجم بالمدة 22 بالدستور يلي صار يلي بتقول أنه لازم نخلق مجلس شيوخ عن هيدا الموضيع مجلس شيوخ والغاء الطائفية والمركزية وغيره هو للأسف خيارات سياسية كان فيه معوقات بوجه فبالظاهر هي تقنيات تطلع بتقول لها مركزية أنون مواد بس هي مش هك هي برأيي أنون مساقي بامتياز مثله مثل أنون الانتخاب وهل أدي الممانعة بوجه بتفرجيك أديه في حدا ما بده أبدا يروح على هيدا المطرح شو هو هيدا المطرح بكل بساطة مشاركة أكتر فعالية أكتر بالأداء محاسبة أفضل وتخلي الناس كلها تشعر أنه هي جزء من المعادلة عبر المشاركة اللامركزية عدة تقوينين أو محاولات من التسعين لليوم من التسعين بلشت مع القوات بالواحدة والتسعين وقت اللي وزيرهم بالحكومة بحكومة رئيس كرامي وقتها الأستاذ الرجيديب قدم مشروع أنون ما وصل على مجلس النواب خمسة وتسعين النائب الراحل الأوجست باخوس ما وصل للهيئة العامة بالتسعين حكومة رئيس الحص عملت مشروع متكامل كمان لم يقر ألفين وستة لنائب الراحل روبير غاني ما وصل على مجلس النواب لا تشكلت هيدا اللجنة الخاصة باللمركزية اشتغلنا تسعة شهر بسبعة واربعين اجتماع تاب الأخر خلصنا بمشروع أنون نطلق بنسان 2014 وبعده لليوم مجلس النواب 73 أو 74 جلسة عائدة اللجنة الفرعية لتدرسه مادة مادة وبقدر لك بالمرات اللي اندعيت فيها للمشاركة لأن كان عندهم استضاحات حول مشروع القانون بقدر لك الجو كان ممتاز وبقدر لك أنه قوة سياسية أنت بتفكر يمكن هي ضد كان عنده أسئلة أو خلينا نسميها هواجس حتى تبين أنه مش بمحلة يعني بعض الهواجس هي اللي تعبر عنه مؤخرا أنه شو هيده لمركزية مالية هيده تقصيم خلال المركزية المالية هي مجرد ما تعطي صلاحيات لمناطق بدك تعطيها العصب المالي بدك تعطيها الإمكانيات طيب البلديات اليوم مش لمركزية الشكل الوحيد للمركزية اليوم هو البلديات كل بلدية عندها صندوق وعندها جبيتها مباشرة للضرائب والرسوم وعندها قطع حساب هيده لمركزية بس بعدها بتخدع لنظام إداري وزات الشيء بالنسبة لمشروع لمركزية العملية الفرق بين وبين الفيدرالية انسألتني حضرتك الفرق كتير كبير لأنه بالفيدرالية أنت رحت على استقلال هاي المناطق محليا بدون ما تنسلق عن الدولة بس بصير عندها مجلس نوابة بصير عندها موازناتها مش بمعنى وعلى كل حال بالمركزية في موازنات للمناطق بس بصير عندها تشريع ضريبة أوسع فبالتالي بالفيدرالية رحت على شيء أبعد من المركزية وبذات الوقت أنا بقول لك ما زال في إجماع معلن على الأقل على المركزية والموسعة مش حالة لمركزية لأنه بعرف تمام أنه بعض اللي عم بيحكوا بالفيدرالية بقول لك شو هاي اللي مركزية هاي دي كوسماتيك هاي دي يعني التجميلية وبالواقع بدنا نطلع عن أي أنون عم نحكي الأنون أو مشروع الأنون اللي حضرناه بياخد معين الاعتبار ضرورة أن تكون موسعة بصلاحياتها وموسعة بوريداتها المالية هلأ بتقلي الفيدرالية أفضل من المركزية أو العكس هاي دي مفاضلة صارت بدها حلقة بكملة وأكيد تنيناتهم مش ضد بعضهم تنيناتهم بوجه سلطة مركزية عفنت وصار لازم تتغير بكل بساطة ما نروح على يعني مواجهة بين الفيدرالية واللمركزية مش هيدا المطلوب المطلوب أنه على الأقل بمرحلة أولى تروح على المركزية موسعة إدارية ومالية وما نخاف من الكلمة مالية ما بتعني انسلاخ عن الدولة مالية ما بتعني أبدا أنه أنت صرت فتح حسابك لا مالية يعني عنده واردات كافية لاتمارس الصلاحيات عم تعطيعيها لاحظت أنه بكل المراحل اللي حكيت عنهم بالمراحل تقدم فيها مشروع القانون عبر مختلف النواب كان دائما القاسم مشرك بيناتهم أنه وجود رئيس تبيه بره برئيس مجلس النواب يمكن هو بسبب المباشر أنه ما لقيت هذه الأوانين مجالة للأقرار بنتيجة لأنه يمكن هو رافض أو مجموعته رافضة أنه يكون فيه هذا النوع من الغاء أو تغيير التعديل بهذا النظام مشين هيك أنت بتروح على تصويت بالآخر على الأوانين أي تصويت راحل لك أي تصويت أنا وقت بشوف أنه في 73 أو 74 جلسة للجنة فرعية وبأي جدية كان عمين شغل على المشروع ومادي مادي وقت بشوف كمان أنه من 2019 أولا بسبب جائحة كورونا وبعدين بسبب الأزمة الاقتصادية تعطلت في قرار سياسي بموضوع المركزي رجعنا هي منها تقنية هي منها مجرد تقنية هي كمان بصلب الخيارات السياسية اللي عم نعملها وإن شاء الله ما تكون المركزية رايحة على أنه تكون جزء من سلة كتير كبيرة تضيع فيها المركزية تحت عنوان حصص وعطيني وبعطيك موضوع المركزية هل أدي مهم للبلد اللي يتنفس البلد بصورة أفضل لهو هل أدي بغير بالواقع مثل ما قلت لك منا غايب حتى زيتها هي وسيلة وهي الوسيلة هي لتخلي الناس تشارك أكتر ليكون عندك استقرار بالبلد وقت اللي عندنا أزمة بالمركز يعني خليني أعطي أمسل إذا بدك الناس شوي بتعرفها بلجيكا عندها رايحة فدرالية وعندها رجيوناليزازيون بس بلجيكا وقت اللي تخربط المركز وبيئيه أكتر من 500 يوم بلا حكومة ما تأثرت المناطق لأنه مع كيفيروفشتات وطائق عندها عندها إمكانيات الزيتية فاللي عم بوله بموضوع المركزي نحن أزمتنا المركزية دايمة من انتخاب رئيس لتشكيل حكومي لكل حركتنا الدستورية والسياسية وقت بتعمل بالمناطق هايدي الأدرة على أنه تكون عندك استقلال إداري ومالي بحدود معينة وتقدر أنه تتنفس بالوقت بالمركز عندك معوقات بقى تقدر أنه مفيدة للبنان مفيدة للبنان كمان أنه هيدا التنوع تعبر عنه بصورة ديمقراطية مش بصورة فوقية ولا بصورة مفروضة وقمعية ثلاثة أنت وقت بتروع على المركزية عم بتقول للناس أنه تحملوا مسؤولياتكم كمان عم بتقول لناس وحسب كيف عم ينتخبوا الناس يعني كمان هون ما بدي فوت بتفاصيل بس النظام الانتخابي اللي بتحطه للمركزية بيأثر كتير على شكل الخيارات اللي عم بتعملها فبدون من روح بالتقنيات كتير هيدا حق للناس هيدا إصلاح من اتفاق الطائف وأنا برأيي كل اللي عم بيقفوا بوج اللامركزية هن ضد اتفاق الطائف بكل بساطة ما فيك تكون مع اتفاق الطائف أو انو المطرح بمشكل تاني انو اساسها ما في دولة يعني اليوم نحنا ازعملنا كل هالإصلاحات وضل لبنان بنظامه عمليا دولة فاشلة انت عاجز عن انك تنتخب رئيس جمهورية وبتضل الحكومة بدري قديتها تدى تتشكل يعني بتضلك بحكومات مستقيلة ويمكن بآخر 17-18 سن انت بولا مرة يعني ليل الفترات اللي اللي قطعت فيهم ضمن نظام كامل متكامل مؤسسات عم تقوم بدورة هذا التطبيق هذا القانون بحال الطبق بدل يقدي خدمة أفضل للبنان إذا كان حتى لو كان نظام وكان فاشل يعني ما في رئيس جمهورية شوف ما في أفصل أزمة النظام عن كل شي عم نعيشه بحياتنا اليومية أزمة نظام حقيقية وهذا نظام ما عم بيشتغل بقى اشتغل يمكن لفترة لفظ أنفاسه الأخيرة وشوفنا كيف بس أنا سؤالي مع كل ملاحظاتنا عن النظام كيف بتغير هذا النظام هذا النظام بتغيره أو بحرب ودم ودمار أو بتغيره بغالب يفرض رأيه على مغلوب أو على مغلوبية حمالية هذا الشي اللي عم بصير أو بصورة ديمقراطية أنا وياك بعتقد نروح للخيار الثالث وهو الخيار الديمقراطي ويقال لازم يخلينا نفكر سوا بأفضل شي مش بس للبنان أفضل شي بالتعددية الموجودة يقدروا يعيشوا سوا بسلام ويعيشوا سوا ويطلعوا سوا للمستقبل المشكلة أنه ما في شي بدل اليوم أنه قادر تروح ديمقراطيا على تعديل لهذا النظام رأتيك مثلا كتير بسيط أنه بدنا تفضلت وسألت السيد اليوم عن الحكومات قد يأخذ لتشكيلها عمل دراسة صغيرة أنا مش من زمان للمركز البنية لدراسات بتبين لأنه قبل الـ 2005 المعدل الوسطي لتشكيل الحكومات كان 65 خمس ستين كيف وصايا سوريا طبعا معرف لي من بعد الـ 2005 رحنا مع الرئيس تمام سلام لأكتر من سنة فواضح جدا أنه هذا النظام إذا بيكمل هيك بتكمل مصايبنا وبتكمل أزماتنا وينين مثل اللي مركزي بتريح شوي محليا بس ما رح تحل أزمة نظام أزمة نظام بدأ تفكير بجرأة أنه كيف نحنا بدون ما نستورد شي من الخارج كيف نقدر من تجربتنا اللبنانية وكتار كتبوا عنا كيف منقدر نطلع باتجاه يعني التنوع ضمن الوحدة اللي منحكي كتير عنه وكيف ندير هيدا التنوع لأن أزمتنا مش أزمة التنوع أزمتنا أزمة إدارة هيدا التنوع إن كان دستوريا ولا يوميا ولا بالممارسة ولا غيره المنطقة رايحة على شي كتير خطير المنطقة رايحة على إعادة رسم ربما إذا مش للحدود على الأقل رسم لتوزنات اللي موجودة فيها أنت وين بهذا المطرح كل اللي منسمعه بالفترة الأخيرة أنه في طاولة ركبة إن كان بعومان ولا بأي مطرح تاني وأنه في تفاهمات عم تحصل بين الولايات المتحدة والإيرانيين وغيره طيب لبنان وين فيها هيدا لبنان ملف على الطاولة بس منه قاعد على الطاولة لأنه ما عنده رئيس بس مش بس لأنه ما عنده رئيس لأنه ما عنده سلطة بالمعنى الإيجابي للكلمة مش بالمعنى القمعي فوين أنت السلطة يلي عم بتفكر لعشرين وثلاثين سنة لأدام كيف بدأ تحمل البلد وتحمل لبنانيين هذا اللي ناقص كل دولة بتكون هي محكومة عمليا بتكون غايبة عن أي طالب الفموضات بتكون عاجزة عن تقرير مصيرة نحن بمطرح كتير خطير بإدرتنا على مواجهة مش المستقبل البعيد المستقبل القريب والتحديات باعتقد اللي عم بتمرق فيها المنطقة تاريخية وانت وينك فيها حتى بموضوع حماية البلد بالحد الأدنى مش بس عم بحكي أمنيا حتى اتصاديا واجتماعيا نوعين شبكة الأمان للناس طبيعي بالالفان واربع وعشرين يكون في ناس مرضى سرطان ما بيلاقوا دوة هذه ما عم بحكي سياسات كبرى عم بحكي بالسياسة الطبية الصحية يلي شبه شبه معدومي فشبكة الأمان الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بدأ شغل لتحمه ولا الناس تقدروا يكملوا ونحن مرأنا بأزمة كورونا وشفنا شفنا الريسبونس أو التجاوب كيف كيف بيقدر يكون بالمجتمعات المحلية وشفنا قداء البلديات كانت فعالة وقداء وزارة الصحة كمركز اجت تطلع علىها مركز تقول له اذا بتريد تساعدني بمكانات الأكسجين بمرائبة الدخول والخروج من المواطنين وقد كان فيه لوكداون يعني هذه نموذج بسيط بدلك قداء نحن بحاجة لمجتمعات محلية منظمة وهلأ تأجيل البلديات مصيبة بحد ذاتها رح نجع نجع على هذا الموضوع كمان تروح بانتجاه أكيد أصلا نحن بدولة إذا عم تعاني من انهيار برح يرجع يصير فيه انتظام لهذا البلد إذا مصر فيه انتظام للمؤسسات انتخاب رئيس جمهورية حكومات فعالة وحكومات عندها إرادة أن تحل تحل المشكل أساسا لأنه في فرق مشان هيك مشان هيك انتخاب رئيس جمهورية بحد ذاته ما بيكفي يعني بده أفترض كان فيه رئيس جمهورية بـ 27 شو كان عمل حضرته عن جهة تفكر أنه هل يكفي ملء الموقع لا هل بيكفي جيب أحسن رئيس جمهورية بده ممكن تفكر فيه إذا بتحطه بهذا الموقع وما في خارط الطريق بالحد الأدنى للي رايحين عليه عم ضيع وقتنا وبصراحة بيظل الفراغ أفضل من أنه يجي حدا ما قادر أبدا يكون عم بواكب ما يحصل بالإقليم ودوليا ويقدر كمان بالداخل اللبناني يعمل التوازن المطلوب مشان هيك عم بقول كمان يمكن أنا بغطك بهذه الفكرة لأنه حتى لو فيه رئيس جمهورية لإدارة الأزمة على طريقة ليس ساركيس بسبعينات وبأول بنينات يمكن أفضل من ما ما يكون فيه رئيس جمهورية بالمرة أو أفضل من ما يكون فيه رئيس جمهورية البرنامج طبعه يكون يعني عاطل أو ما بيخدم البلد لا بفهم لأنه عم تفضل فيه أنه رئيس جمهورية رح يكون برك انتخابه تريجر لأنه بس يصير فيه رئيس ويصير فيه رئيس حكومي بيتسمى بعدين بيصير فيه حكومي مانا تكون يعني فيها كفاءة أنه الواحد فيه متما أنت قلت بده كذا حلقة لواحد يقدر نقشه أو يعطي حقه صحيح من ضمن رؤيتك لتطوير هذا النظام أو تطوير هذا البلد كان عندك تجربة مميزة بوزارة الداخلية اللي هي شط بالكائد الطائفة بيختار هذا الشي وطبعا لهذا الموضوع بالذات صار فيه 13 حالي يمكن لزواج مدني بلبنان وعمليا كان كان ثورة بوقتها وللأسف هذا الموضوع ما عادوا استكمل أنت مع زواج بدني اختياري أو مع زواج بدني إلزامي رحل لك أول شي اللي عملته بوزارة الداخلية وقت اللي سمحت أنه اللبناني أو اللبناني يلي بيرغبوا أنه يشطبوا قيدهم طائفة هذا اللي عملته لكان قانون ولا مرسوم ولا قرار كان مجرد تعميم من وزير الداخلية للأحوال الشخصية بأي معنى معنى أنه حضرتك محامي بتعرف ما كان بدأ إجراءات فظيعة لتعملها ليش لأنه هذا حق حق دستوري حرية المعطقة قد مطلقة بتقولك المدة تسعة من الدستور وكان عندنا من الستة وثلاثين وبعده سير المفعول قرار تشريعي عمله المفاوض السامي الفرنسي بوقتها اللي كان عنده سلطة التشريع يلي بيعدد الطواقف المعطرف فيها تاريخية كانوا 16 صارو 18 تمام والطايفة 19 اليوم يلي هي طائفة القانون العادي اللي كوميوتيد ودروكوما يلي هي ما بينتموا أو بيختاروا ما بينتموا اللي صار بوقتها شو بدك برأيي أنا طلع بالهيئة الاستشارية العليا بوزارة العادل شو قالت قالت أنه عقد زواج مدني بلبنان هو أمر جائز وعللت لاش بدون مفوت بالتفاصيل طيب تسجل 13 زواج نعمل 55 تسجل 13 وأنتجت مفعيلة لماذا؟ لأنه استند وقتها استندت وزارة دخلية على الرأي الاستشاري للهيئة العليا بعدين وقف التسجيل بس بدي ألك أنه هيدا الخيار يلي عند الناس أنه تسجل أو متسجل أنه تروح على شط قيد طائفي ولا لا أنه تروح زواج مدني معقود ولبنان ولا لا هو خيار دستوري وليزن نحترمه حتى في عندك اليوم أزمة جديدة لأزواج اختاروا يتزوجوا أونلاين بحسب أنون إحدى الولايات الأمريكية وإجوا أول شي تسجل زواجهم بالدخلية لأنه اللي عملوا هونيك حسب الأوانين بيمشي وتسجل بالسفارة بعدين رجعوا شطبولونيا بشكل غريب وهن أمام القضاء اليوم عم جاري بقولوا أنه بدنا نوقف هذا الانفصام بشخصيتنا القانونية إنه إذا أنت بتروح تتزوج بأبروس مدني أو بتركيا أو بتونس أو بالولايات المتحدة أو بريز فيك تسجلوا بس إذا أنت عملتوا بلبنان يعني يا لطيف شو هالقصة بس أنت بتعرضت لضغوطات من مراجع دينية كبيرة أبدا أبدا في منهم ما كان بركي بس يمكن يجو بعض مننا كيف تتعرضوا لضغوطات أنا بالنسبة للي أنا بالنسبة للي كان هذا يعني مجرد أنه اتكرس أنت استفدت من نياوس معينة بإنكمل الأنون أو كان فيه جو مدني عم بيعم يشتغل على هذا الموضوع واستشارة على هيئة التشريع والاستشارات بعد قائمة عليك الحال بعد قائمة وبعتقد بوقت السيد طلال حسيني كان طليعة اللي اشتغلوا على الموضوع يعني أي وزير داخلية بعد منك فيه السند على هيدراء الأنونية أنا بظهر ما من قدر نرجع على وراء واللي تسجلوا أو اللي شطبوا قيدهم ما بدك تحترم كمان إنه ما علي خليني نقول لك أكثر من هيك المادة 24 بالدستور بتقول لك إنه مجلس نوابي تألف بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين الطواف عظيم هيدا المادة هي بحد ذاتها بتخرق مقدمة الدستور لأنه بتزد عجنب اليهود اللبنانيين هول منهم صهيني هول منهم إسرائيلي هول رغم اللبنانيين مثل ومثلك وهول حقهم يكونوا ممثلين هول لا يمثلون ومش بالأقليات لأنه الأقليات مسيحية مقعد مسيحية صح وهول اللي اختاروا يكونوا من طائفة القانون العادي اللي ما بينتموا كمان هول غير ممثلين ففي عندنا أزمة تمثيل كيف ما برامل رغم يعني نظامنا الطائفة العظيم حتى بنظامنا الطائفة في هول الطائفتين إذا ما تسميوهم هي كير ممثل إذا بدو سير في مشروع قانون جديد بتختار قانون مواحد لأحوال الشخصية يكون الزمي أو اختياري دون أي شك أنا سألتني وما جوابت وراح جوابك هلا بعتقد أنه الإلزامي لازم يشبه اللي حصل بتونس بخمسينات القرن الماضي مع الحبيب بورجيبة الحبيب بورجيبة عنده الجرأة الكافية كان أنه بوقتها يعني عم نحكي ممتصف القرن السابق راح على زواج بس كان متقدم جدا عازي ولازم نتقدم بأفكارنا طبعا كان عنده الجرأة يقول زواج مدني الزامي ومنع تعدد الزوجات بمجتمع بيسمح شرعا بتعدد الزوجات فبعتقد نحنا لازم نروح أكتر على زواج مدني الزامي وبعدين كل واحد هو وربه يختار يعمل بريده وأنا بعرف كتار تزوجوا مدني ورجعوا راحوا على كنيسة كرسوا زواجهم أو رجعوا عملوا إجراءات تشبه كل واحد علاقته مع ربه فهلا إذا ما قادرين ناخد الزواج المدني الزامي الحد الأدنى برأيه نعم مش هواهي بارجيني بننزل هو لأنه إذا اختياري يعني مفروض يعبر كمان عن جاوب البلد وأنا بظن أنه من مصلحة رجال الدين ومن مصلحة كلهم كل الطواقف أنه أنتوا بدكن اللي بيجي لعندكن يجي بس لأنه ما بيقدر يعمل غير هيك أنا بدي مؤمن بالكنيسة يروع زواج ديني لأنه مؤمن مش لأنه مش لأنه عم بيعملها بصورة فركلورية وما قالوا علاقة بالإيمان وما قالوا علاقة بكل هاي الأسرار المقدسة اللي موجودة بالكنيسة أنا بظن لازم نكون عنا يعني وضوح ونكون شفافين بهذه الخيارات محيائين نحن لألا هدي بحال صارت ولا أنه هلا الموضوع أو أغلب العالم بقولك أنه بش وقت تهلأ وفي مواضيع أهام ودايما هيك مواضيع بتكون مهمة بس أنه نحطها بالجرور ونقول أنه بش وقت تهلأ لك نظرية لا صوت يعلو يعلو صوت المعركة هيدا لو بننمشي فيه بنظام قوانين طوارئ ما كنا عملنا شي من من الثمانة واربعين لليوم لا بعتقد دايما وقته وإذا هذا الوقت هو وقت ضايع بإشياء تاني لازم نستفيد منه لنروح على إصلاحات أنا بعتبر أنه هيدا واحد من الإصلاحات واحد من الإشياء اللي بتعطي الناس حقه بدون ما تلغي خيارات أخرى عند آخرين يعني أبدا من عملية إلغائية هي عملية بتوسع دائرة الخيارات وبتخلي أنه ديمقراطيا كل واحد يعمل الخيار اللي بيليه مناسب ودايما وقته وتأخرنا كتير مش بس دايما وقته تأخرنا كتير ذكرنا تونس بالخمسينات أنت اليوم بال2024 بعدك عم تناقش بمواضيع مفروض تكون تخطيناها من زمان وبعتقد أنه كل هالنوع من المسائل بتعزز أكتر الانتماء وبتخلي بتخلي الشخص اللي عم يستفيد من هالخيارات يكون منتمي أكتر لبلده ولدولته الدولة هي مفروض تكون رائية مش دولة قمعية مش دولة بتفرض عليك اللي أنت ما بدك يه الدولة بتستوعب التنوع الموجود بالأفكار مش التنوع دائما طائفي بس نحن قدي بعض عن هذا الطرح تنوع طائفي قدي فيه تنوع سياسي قدي فيه تنوع فكري هل ليه ما بنطلع عليهم على كل حال نحن كدولة راعية وفي حرية بهذا الموضوع نحن يعني ببلد إذا إذا شي الناس خسرت وديعها وخسرت كل شي ومصر في تقريبا ولا أية ردة تفعل تسكر أو ردة تفعل بقية محصورة ومن دون ما تشكل أي خطر أو ما تهز عرش السلطة للي هاتي التعبير أنت ما بتحبه كتير بالعكس بحبه وما عندي مانيا فيه أبنا لأنه هيدا العرش يعني بكتير مطاري أولي جارشي أنا صحيح ما بحب أظلم بالتعميم بس أنا بقل لك بشكل كتير كبير بلا لأنه رجعنا عزمة النظام هيدا أزمة النظام بتجيب معها كمان اللي بديروا هيدا النظام فأكتار من اللي داروا هيدا النظام أخذونا على الخيارات اللي عملوها الخاطئة بالسياسة بمعناها الواسع بس كمان بالسياسات مالية ونقذية واقتصادية وصلتنا للي وصلنا له رد فعل الناس بعرف أنه مش كافي كارد فعل على على سرقة العصر وعلى وعلى المصيبة الكبيرة اللي وقعت عليهم بس ماني شايف أنه خلصت يعني هاي المسألة بعد في بارت وان في بارت وو نعم بعد مخلصت مخلصت لأنه مش 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 إنساني اللي حصل بركي بتفكر أنه الشباب عندهم بعض فرصة يرجعوا يعودوا عن الخسائر بس أنا بفكر بالمتقاعدين يلي خسروا بعمر معي يوصل لما يقدر يشتري الدواء ويجي البنك يقل له بتاخد هالأدو وأنا بديرك وبغياب للتدابير الحكومية لا هايدي أنا بزن أنه ما بتنبلع ما بتنبلع وما بيقدر واحد ي يوافع عليها ومشاناك في مسؤوليات لازم تترتب وقد نحكي عن توزيع الخسائر نعم عظيم منوزع الخسائر بس لما بنوزع مسؤوليات قبل يعني فيه كمان حدا لازم يتحمل المسؤوليات اللي صار ما صار فيه ولا أي مأساة أو مشكلة كبيرة في لبنان وصار لها محاسبة منها موضوع كمان جريمة البور وعم شوفك شو مصار القضائي اللي كمان مخلصت برأيك ممكن ترجع تلاقي حال أو تجاذب اللي حاليا ما فيك تسكر هيدا ملف ما بيتسكر حط لو هددت القضي تهدد يعني بالإعلام سمعنا وتسكر رمدة سنتين بس القضي كمان أنا بسجل للقضي بيطار جرقته وتصميمه وإصراره على الاستمرار رغم كل اللي صار معه رغم كل المعوقات بعده صلب بموقفه مش لأنه لازم عنده أجندة شخصية بس أنا بدي أسأل أي قضي بيتكلف بمهمة التنحي والهروب من هاي المهمة يعني بيطرح عليهم لا تستفهم فتسجل لإله إنه استمر بس كمان هل قدي رجعنا على موضوع النظام هل قدي بيحمي حاله وبيحمي بعضه يعني أركان النظام بيحموا بعضهم بالظاهر بتشوفهم عم بيتخانقوا بس بالواقع كتير بيعرفوا يحموا حالهم أو يحموا بعضهم بشكل متبالي لأنه عنده مصالح مشتركة وبيعرفوا يلعبوا هاللعبي بس بالآخر أوقات كمان القاضي إنسان يعني إذا تهدد القاضي بحياته أو بحياتة ولده كمان ممكن يتأثر ممكن ممكن هدا الشي كمان يهدد مصار لعبي في قضاء وقت يوصلوا للمرحلة بيختاروا التنحي وييجي غيرهم يكمل بس أنا بظن بعدنا بمطرح هيدا تحقيق تقريبا صار مكتمل ما بعرف تفاصيله لأنه تحقيق سري لازم يكون بس كيف عرفت أنه مكتمل إذا هو تحقيق سري هكي بسمع هكي بسمعت من عدة هالمصادر بالأعلام المصادر قاضي جميع فإذا كان هالشي صحيح إذا كان مكتمل التحقيق نحن ما عدنا بعد عن قرار ظنة بتوقيت ما وتكون رحكون آسي شوي باللي رحقوله يمكن القرار الظني أو بعدين الحكم النهائي ما يشفي غليل أهالي الضحايا لأنه يمكن ما يكون بحجم المتوععين ونتيجة حجم الخسارة ونتيجة حجم الجريمة الكبيرة بس للأسف الموضوع أكتر رايح على ترتيب مسؤوليات عن أهمال وعدم القيام ممكن تطلع برأس القاضي القاضي العجلي اللي ما أخذ قرار أو الموظف ما شغلت أنا يعني هات متروكة للقاضي اللي لازم نحترم الشي اللي عم بيعملوا بس أهالي الضحايا بالآخر يلي بعرف كتار منهم ومواكب قضائيا كتير من هاي الملفات بعرف قدي هني مش عم فتشوا على على انتقام عم بفتشوا على على بعض الأجل بمشروعه على حقيقة أنه خبرونا شو صار يعني الأمونيوم نترات لمنكين وعطونا حد أدنى من العدالة لأنه هول اللي استشهدوا والبعض ما بيحبوا يستعملوا هالكلمة بيقول لك ما انهم شهدوا هني ضحايا لأنهم اختاروا هالشهادة يعرفوا على الأقل ليش صار هيك وكيف صار هيك وتترتب مسؤوليات كمان شو ما كان حجمة شو ما كان حجمة لازم تترتب مسؤوليات على أمل أنه هذا شي يصير بالمستقبل بالمستقبل القريب رح نتل على موضوع تاني كمان موضوع بيعنيك بشكل مباشر التعليم التعليم باللبنان برأيك هو اليوم بخطر لأنه بعرف أنت وكيل نقابة المعلمين باللبنان وبعرف أنه التعليم قطع بمرحلة كمان كتير حساسة لأنه كثير من المعلمين سفروا وهجروا وبعده صار ترواتبون كمان شبه معدومة شو آخر تطورات اللي صارت من فترة بعتقد من بآخر كم أسبوع صحيح بطارف أنا من ستة وتسعين محاملة قابة المعلمين هاي أول سنتين منشعر فيها بحجم مأساة لا يوصف تحديداً عند المتقاعدين اللي بعدهم بالخدمة تعذبوا كتير صار في شوية تعديم بس وصلوا لمطرح وصلوا لمطرح مع المدارس قدروا يلاقوا ترتيب ما دولة رجزئية على زيادة طفيفة صار فيه حد أدنى من الترتيب للوضع أزمة المتقاعدين مع أن المدارس كتير عملت عدلت بالدولار ورجعت تقريباً حسب المدارس في مدارس دولة من الكامل في منهم على 30% منهم 60% الوضع كان كمان مرة لأنه ما في عندك تدخل من دولة حامية تقدر هي تفرض آلية معينة صارت تقريباً مع دور معين لوزارة التربية بس برأيه غير كافية مشكورة عليا ولكن غير كافية المتقاعدين بالقطاع الخاص يلي هني عندهم صندوق خاص اسمه صندوق التعويضات معايشاتهم بين 17 و 32 دولار بالشهر طيب هول متقاعدين يعني بين 17 و 32 دولار نعم نعم يعني هول خسروا وديعهم بالمصارف مثل كل اللبنانيين هول عايزين أدوية واستشفى وعايزين حياة كريمة هيدا الراتب ما باقي كافي واللي أبط تعويضه بالسابق وحطه بالمصر فراح واللي اختار لأنه بيقدر يختاره أو تعويض أو تقاعد واللي اختار هلأ التعويض كارسي لأنه تعويضه صار ما لا يذكر علا اللبناني وعلى الراتب الأخير فاختار وكتار يروح على التقاعد أنه عسى ولعل بمرحلة بتتحسن الرواتب وهيدي أزمة كتير كبيرة عند المتقاعدين وبذات الوقت نقبة المعلمين عم تجرب قد ما بتقدر مشروع القانون أو اقتراح القانون اللي تقدم وأقر بمجلس النواب ردته الحكومة لأسباب برأي غير كافية قانونيا أصلا لازم الناس تعرف أنه هذا القانون صدر عن مجلس الوزراء ومن بعد صدوره رجعوا ردوا عن مجلس النواب اللي هي دستوريا مسألة كثير غريبة هادي كلها خطة على الفتاوى كان فيه ما في رئيس جمهورية كان الحقوق المستقلة هاكلها بسبب غياب رئيس جمهورية مش ناكل بيقلك أنه الدنيا بقى الفخار فيه رئيس ولا ما فيه رئيس اللي تفضل هادي واحدة من المسائل اللي بتقول أنه وجود الرئيس هو وجود لشخص ضامن لانتظام عمل المؤسسات مش حيالة رئيس طبعا بس مش ناكلنا من شوي كنت عم بيقلك أنه الفراغ أحيانا أحسن رح نحكي هلأ موضوع رأي 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 فموضوع المعلمين والتعليم مثل موضوع الصحة والاستشفى معرض باللبنان والمصيبة أنه نتائجه ما بتبين بصورة فورية يمكن بعد عشر سنين نشعر قد ذا كان تأثير هادي الأزمة على جودة التعليم على جودة الطباب والاستشفى هؤل القطاعين كانوا يميزوا لبنان إن شاء الله ما نكون عم نخسرهم بصورة مأزية أكيد نحنا من الدولة غنية نمار رأس ميل طبعنا هو بالمعرفة اللي اكتسبناها بالمعرفة ومعاهدنا والجمعاتنا يعني معادة ميزة تفاضلية يعني ما نفكر أنه ربنا خلقنا وكسر الآلة صح أكتار من الدول اللي كانت تستفيد من خبرات لبنانيين صار عندك خبرات أكتر بعض الأفضل الجامعات بأوروبا وبالولايات المتحدة ورجعوا بمخزون كتير كبير بطلوا عايزينك فأنت شو ميزتك تفاضلية إذا أنت عم تخسر التعليم عم تخسر الصحة والطبابة وخدماتك معطلة إذا علم نحكي عن مستوى السياحة والخدمات المرتبطة فيها معطلة نتيجة ما يحصل في المنطقة كل هول عم بيخلوك بتراجع كتير كبير لدرجة أنه دور لبنان ورسالة لبنان هي المعرضة يعني أنا ما بتطلع هالتفاصيل بس كملفات لوحدة من فصلة عن شيء أكبر والشيء الأكبر هو دور لبنان لأن أخطر شيء ممكن نخسره ببلد صغير باقتصاد صغير ببلد عنده لعنة جغرافيا وعنده مصايب التاريخ أنه هذا البلد ما يعود عنده دور ما يعود عنده رسالة بهالمنطقة من العالم هاي بده شغل بس يمكن غيرك بيقول أنه قلو خمسين سنة من دون دور لا مش صحيح نحن بال ما علي حقبة فؤاد شهاب شو كانت حقبة خمسين سنة مرحل ببعض لخمس وسبعين صار لخمسين سنة فتنا بيحرب بس عندنا حقبة تاريخية كان البلد فيها رغم نظامه المأزوم كان عنده أدرة أنه يكون مستشفى الشر وجامعة الشر وغيره وسويسرا الشر كان قدر يكون كمان عنده سرية مصرفية بالستة وخمسين كان عنده يعني كان عنده ما يكفي لا يجذب ويكون هو بلد حلو بلد عنده شيء طبعا البعض اللي عم يسمعونا رح يقولوا ما هاي المصيبة أنه كنا كله إشري وما كان عندنا يمكن ولكن أدوار الأوطان هي جزء من الحالة الظرفية بوقتها يعني ما فيه اليوم اليوم بعتقد اليوم السرية المصرفية ما بقت السوى بس وقت الليل عم يدري ما وقدي حق قدم القانون بالستة وخمسين بلد بوقتها كانت ممتازة لأنه كانت تجذب بإطار كمان رئيس جمهورية وكنا بالنظام شبه رئاسي رئيس جمهورية كان قادر كمان يشبك مع المنطقة ومع العالم فكله علاقة بالظرف اللي انت فيه بابا نحن بحاجة يمكن نفكر بصورة كتير موضوعية أنه كيف منخلي هيدا البلد مع الـ ومع كل اللي عم بصير من تطورات بالعالم كيف منخلي يبقى عنده دور لأنه إذا اشتغلنا على الإنسان بلبنان ممكن نخرق وممكن نرجع نستعيد الدور إذا اشتغلنا وحتى النفط والغاز إذا لبنان دخل نادي الدول النفطية هده إذا إذا أولا منها فورية ثانيا العالم رأي على الطاقة المتجددة وبالتالي عم نبعد أكتر وأكتر عن الحالي النفطية ثلاثة أنت بحاجة لتعمل أدوار مستقبلية على عقود اللي جاي أنا بتطلع على السعودية وبلاقي أنه الأهميتهم طبعا هن عندهم ليدرشيب في شخص واحد يقرر وعندهم وعندهم رؤية وعندهم إمكانيات بس حد أنه ليدرشيب واحد وإمكانيات أهم من هول الاثنين أو اللي بيكمل هول الاثنين واللي بنجح هول الاثنين الرؤية اللي عنده إياها فإذا لبنان ما قدر يكون عنده رؤية ويقدر هذا الليدرشيب لو كان مشترك لو ما كان شخص واحد إذا ما قدر يتفق على الحد الأدنى نحنا رايحين على أزمة أكبر أنا بتمنى أنه أزماتنا السياسية ما تعطل دور لبنان ما تخلي المناكفات يعني بكرا إذا صار فيه رئيس جمهورية ورئيس حكومة أنه أدى نحنا بضر أنه الخلاف بين رئيس جمهورية ورئيس حكومة أدى بضر بأداء السلطة التنفيذية فأنت بحاجة كمان لرئيس جمهورية رئيس حكومة وفريق وزاري يقدروا يشتغلوا لأنه فيه شغل كتير ولأنه البلد نقصوا كتير بس كمان هل أدى اقتصادنا صغير وهل أدى الإمكانيات اللي عنا إياها ذاتية كبيرة ممكن تكون كبيرة أنه أنا ما بدنا كتير لنرجع نقلع بمعزل عن أي مساعدات وأنا بتمنى أنه ما يجينا بقى هبات لأنه هاي الهبات دايما مش معروفة عم تنصرف ما نعرف كيف عم تنصرف وأوقات كتير بتكون مشروطة أنا بحب شوف لبنان عم بيرجع يقلع باستثمارات بمكويماته الخاصة يستسمر بلبنان ويربح مش ما يعطي هبات مجانية لأنه نحن قادرين بسرعة نرجع نطلع من الأزمة طبعا بيبقى في فجوة كبيرة هي موضوع الودايع بس حتى هاي دي في معالجات تقنية لألا وما نخبر بقى الناس شعر وشعبوية أنه ودايع مقدسة بدنا نشوف شو أول شي ما في شي من هيدا مقدس المقدس هو حق الناس نعم بس وقت نحكي عن تقنيات ما فينا نحكي عن أداسة بالتقنيات بالتقنيات نشوف واحد واحد بيعملوا اثنين نشوف شو الخسائر مين مسؤول عنها كيف من رتب له إعادة هذه الجزء على الأقل من هذه الودايع بس نكون واضحين مع الناس نكون شفافين نقول لهم هل أدي فينا هلأ ندفعه هل أدي فينا نوعد على المدى المتوسط والبعيد الناس بس تشعر أنه أنت صادق معه بس توسق فيك مستعدت ضحي معك مستعدت ضحي معك إذا خلقت السئة إذا خلقت السئة إذا ما بتوسق فيك ما تعذب حالك ما تخبر أخبار يعني إذا كل بعد ما استعرضنا هذا الواقع اللي هو واقع صعب وصوداوي نوعا ما منلاقي أنه الحال ممكن يبلش بالتخاب رئيس الجمهورية بفراغ لرئيس الجمهورية صاروا تقريبا سن ونص سنة وستة شهر انطرح اسم زياد بارود أكتر من مرة بجلسات مجلس النواب مخصص لأدخاب رئيس الجمهورية هل أنت مرشح إيه لرئيس الجمهورية تعرف بدون ما بيّن أنه شو بقوله بالدارج أنه نفسي جيشي لا بقل لك أنه هذا موضوع طرحه كان بسياء معين يرات كان فيه ترشيح الزامي كلنا نروح على هذا الترشيح بغياب ترشيح الألزامي وبالظرف الموجود بقل لك أنه هذا تفصيل لقل لك وكنت كتير صريح معك أنا ما بعتقد مطروح اليوم أنت خاب رئيس الجمهورية للأسف الظاهر أنه في عمل الفهي بالموضوع وأنه في كتلة الاعتدال مشكورين عليه عم بيحاولوا يعملوا بس أي خرق نحن قبل سبعة تشرين كنا عاجزين عن أنه نعمل خرق هل ممكن هذا الخرق اليوم بيقولك نعم بحالة وحدة بحالة تسوية كبيرة إذا عملوا تسوية قبل التسوية الكبيرة إذا عملوا تسوية تحت الطاولة ممكن بس مني شايفها أو بعد التسوية كبيرة والتسوية كبيرة بعد ما نضجت وبعدها بعيدة أنا بحب لبنن هيدا الاستحاق بحب شوفوا استحاق لبناني مية بالمية بس إذا بتطلع شو عم بيصير بيقولك لا بين الخماسيين يلي نسمع شو بيقولوا نسمع قدي عندهم انتقاد ل لجمود لبناني بحث بهذا الموضوع يعني بقدر أقولك أنه الموضوع منه بس بالخارج نحن منق ليل نحن منتحمل مسؤولية كبيرة كلبنانيين بعدم انتخاب رئيس بس بتمنم بعد كل هال الوقت اللي مرأ بفراغ رئاسي منروع على ملأ هذا الفراغ كيف مكان هذا فراغ إذا مليته كيف مكان بيكون بيشبه الفراغ و ياريت بيكون عم يتواكب كمان مع صورة للمنطقة تقدر تفرجينا وين راحين لأن أخطر شي ممكن يحصل هو أنه لبنان ما يكون جزء من مش التفاوض ما يكون جزء من فرض شروطه على اللي عم بيحصل بمنطقة ويطلع هو جزء من تسوية درنا لسنين كتير لقدام التسويات طوال مرة كانت مفيدة لإلنا ودايما ضربتنا هل ممكن يصير في طاقاته على اسم زياد بارود بين مختلف في الأفريكا لأنه قد ما يطول الفراغ رئاسي بالآخر يعني مرت الماضي نطرنا سنتين ونص وعلى أسرنا سنتين ونص بمرحلة معين نحن ننتخي برئيس أستاذ ليون بمعزل عن الأسماء أكي ليه أعمل لك بمعزل عن الأسماء لأنه مهمة الرئيس اللي بدو يجي أهم من اسمه المهمة خلال حدد المهمة شو جاي يعمل أنقاض شو جاي يعمل هل قادر يعمل هل اللي جاي يعمل أو بدنا ناخد لبنانيين على أحباط جديد لأنه والله جبنا أحسن رئيس ممكن تفكروا فيه بس بالآخر ما قادر يعمل شي بتمنى أنه ما نروع على هيدا المطرح لأنه هل قد وضعنا نحذر أنه ما بقى نحمل كلبنانيين ولبنانيات إلا حد أدنى من من رئيس بيعرف يدير قلت لي يدير أزمة مثل الرئيس اللي ساركيس ذكرت حدا بعتقد غاية بالإدمية والشفافية وبالقدرة ولكن بظروف كتير كانت صعبة بغياب أي اتفاق على لبنان لبنان المستقر فطالما أنت بهذا المطرح بعرف أنه اللي عم بقوله مزعج بس أنا بلاقي الفراغ بعده أفضل من ملؤه بكيف مكان وأفضل يكون جزء من مش سلي بالمعنى السلبي سلي بمعنى أنه يكون فيه كمان بدنا رئيس حكومي غير شكل إذا بدي حطه هايجا بدنا فريق حكومي فريق ويزاري قادر وإدمي ومتجانس وما بناكف وبالآخر بيشتغل كمان 24 24 عايزين كل هول بس لأنه تمان بيين أنه كتير متشاقمين أنا كتير متفائل من اللحظة يلي هيدا التريجر هيدا منفوت على شيء بس بتعرف أمتى ممكن يحصل هذا الشيء لها لا أنا يمكن غلطان بس لها لا ماني شايفة أوكي يعني أنت بتطمح نتعمي رئيس جمهورية بس ما بتشتغل أو ما بتسعلي هيدا الشيء يعني إذا إجيت ممكن تجي على الحالة ما بدي بيين إنه بس بذات الوقت كمان مش غاية إنه غاية بحد ذاتها وبعتقد إنه بده واحد كمان يفكر بإنه يتواضع شوي بتفكيره لازم واحد يعرف إنه الإشياء منى بالشخصي والإشياء بتصير أحيانا بتوقيت معين بظروف معينة ما فيك أنت تتحكم فيها بس مجرد إنه أعلن ترشيح لا عليك الحال الكثير للملانيين اللي بتمنوا إنه نسمعوا بالرئيس زياد بارود بس هول الكثير للملانيين أو إليه ما بعرف هذا موضوع تاني ما بدك تحبطهم يعني حقهم إنه يضلوا الحلم عندهم يتحققوا ولو جزئيا زياد بارود لك أنا تأختم معك أنا بوزيتف نوت دايما تحب تعطي هيك النوع من الأمل لللبنانيين كيف بتحب تقول الليبنانيين إنه يقامنوا بهذا البلد يضلوا فيه ويختاروا إنه يواجهوا هذا الواقع الصعب اللي عم بيقطعوا فيه أستاذ ليون أنا ما بحب أوعظ يعني مش شغلتي وبعتقد الليبنانيين يزهقوا من الناس اللي بقلولهم يخبرون هالنوع من أنا أنا بقول الليبنانيين لازم يشوفوا وين مصلحتهم ومصلحتهم اليوم هي بإنه يبنوا دولي بكل معنى الكلمة من النافعة للدوار العقارية لرئيس جمهورية شفنا الضرر الكبير على كل الليبنانيين وعلى كل الطواقف وعلى كل الأحزاب وعلى كل اللي بفكروا هون وهون كلهم ضرروا زيت شي من غياب الدولة فالغاية إذا بدك يلي هي وسيلة بس صارت غاية قد ما فدنا لها إنه نسترجع الدولة إنه يكون عندنا دولة جديرة بها التسمية تقدر تعطي الناس حقها بالحد الأدنى حقها كمواطنين حقهم كمواطنين مش بالضرورة كناس بيدفع ضريبة لأنه حتى اللي ما بيدفع ضريبة إله حق بالاستشفاء حتى اللي ما بيدفع ضريبة إله حق يروح على المدرسة فيمكن نعم بوزيتف نوت نتما تفضلت لأنه ما ناقصنا كتير لنقدر ناخد هذا الحد الأدنى وساعتها منختلف قد ما بدك بالسياسة ما في مشكلة المهم ما نختلف على السياسات الكبيرة اللي بتخلي الناس تكون مواطنين حقيقيين بدولة بتحترعاهم يعني المشروع السياسي وبتحترم بتحترم حقوقهم وحرياتهم بطبيعة الحال مش ناك أنا مني متشائم على مدى المتوسط والبعيد بتمنى إنه منروع على حرب شاملة نحنا بحرب اليوم نحنا بالجنوب الجزء عزيز من لبنان ما بيجوز نقول إذا رحنا حرب نحنا بحرب ولكن عم بتمنى منروع على حرب شاملة وإنه توقف الحرب على الجنوب أكيد لأنه الجنوبيين عم بيعانوا كتير وكمان غياب الدولة الحامية شفناه هون كمان فعلى المدى المتوسط والبعيد إذا ما رحنا على حرب شاملة أنا متفائل بإنه البلد بيقدر يجع يوقف بسرعة على إجراء في مبادرة فردية كتير كبيرة وكتير قوية الليبنانيين عندهم قدرة على نفض الغبار والخروج من من الرماد اللي هن فيه بس إذا بيستدعي كمان حد أدنى من إقليم غير متفجل أستاذ زياد بارود شكرا كتير على هذا حال المميز شكرا لك أستضافي شكرا للشباب كمان شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة